السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد حزب الاس بي دي يجهز لمشروع ضخم لدعم العائلات والأطفال في ألمانيا ورفع الكندغيل يعني بنسبة كبيرة جدا الحزب الديمقراطي الاشتراكي الاس بي دي عم يقوم الآن بتجهيز مشروع ضخم لدعم العائلات والأطفال في ألمانيا بشكل واضح وكبير بقيادة فخوت غاية هي حاليا نائبة رئيسة حزب الاس بي دي وبنفس الوقت هي رئيسة بوزراء مقاطعة غيلاند فالس عم يتجهز لمشروع ضخم لدعم العائلات والأطفال الحديث عم يتم عن عملية دمج الكندغيلت والتسوشلاك وتعقيداتهم بمشروع واحد لدعم الأطفال والعائلات وعم يتم في الحقيقة الحديثة عن مبالغ كبيرة تتراوح بين 250 يورو على أقل حد و478 يورو كأقصى حد للأطفال أو الأولاد اللي عمرهم فوق الأربع عشر سنة إذا نحن نتحدث عن زيادة كبيرة لأنه نعرف أنه حالياً الترفيع الأخيرة كانت بداية 2019 ارتفع الكندغيلت من 194 إلى 204 يورو للولد الأول 204 يورو الولد الثاني 204 يورو الولد الثالث 210 والولد الرابع فما بعد فما فوق يقام السادس 235 يورو بالشهر هذا الحكي أنا حكيته بشرحته السنة الماضية وتم تطبيقه بداية هذا العام أيضا أكيد كل الناس اللي عنده أطفال بتعرف أنه ارتفع الكندغيلت في ألمانيا فرفع الكندغيلت بداية عام 2019 كان بنسبة 10 يورو يعني كان الكندغيلت 194 يورو ارتفع صار 204 للولد الأول والثاني ولكن الآن يتم الحديث عن رفع كبير لكندغيلت في ألمانيا يعني أقل شيء 250 يورو للطفل الواحد وأيضاً ميزات أخرى رح تشوفها الآن لحتى نقدر نفهم هذا المشروع بشكل أوسع الآن رح نتحدث عن أهداف هذا المشروع الهدف من هذا المشروع حسب رأي فقوة غاية رئيس مقاطعة أو رئيس الوزراء مقاطعة غاية لنا فالس هو أنه سيتم دعم الأطفال في العائلات الفقيرة كيف يعني؟ لحد الآن كان الكندغيلت هو رقم ثابت نحن نقول أنه الولد الأول بيأخذ 204 يورو بالشهر الولد الثاني 204 كمان الثالث بيصير أكتر نحن نتحدث عن أرقام ثابتة بالشهر أما الآن يتم الحديث عن وجود تدرج كحد أدنى 250 اللي هو يعتبر زيادة كبيرة يعني قياسة أن الطفل يأخذ الآن 204 وحتى 478 يورو ففي تدرج أيضا في الكندغيلت طب هذا التدرج كيف رح يكون؟ لنا الهدف هو الدعم العائلات الفقيرة أو الأطفال في العائلات الفقيرة فالعائلات الفقيرة الرواتب الأهل فيها رح تكون قليلة رح يحصلوا على كيندغيلت أكتر مبالغ أكبر بالشهر والعائلات الدخلة كبير يعني معاشوا الأهل أكبر رح يحصلوا على كيندغيلت أقل إذن الفئة المستهدفة بشكل رئيسي وبالتدرج أن العائلات الفقيرة يعني الأهل عبروحوا بيشتغلوا ولكن دخلوا المحدود أو رواتبوا المية عالية مثلا هذول رح يأخذوا كيندغيلت أكبر والهدف من ذلك هو الدعم للأطفال في ألمانيا تركز على هذا الموضوع دعم الأطفال دعم حتى العائلات اللي عندها أطفال والهدف هو أنه الأطفال هي انهنن المستقبل ألمانيا وزير الشؤون الاجتماعية هاي القام باقتراح يعني هكذا شيء قبل أشهر كمان كان عبي تم الحديث عن الموضوع يعني إيجاد مشروع ضخم وجديد لتعديل قانون الكندغيلت والكندتسوشلا ودمجون يعني واستثمار أكبر بالطفل الميزات اللي عبي تم الحديث عننا الآن كمان ليست مقتصرة فقط على هاي الزيادة الكبيرة في الكندغيلت في ألمانيا وإنما أيضا مزايا جديدة إضافية مثل مثلا عبي يحكوا الآن عن وجود مثلا كونتو رح يعطوا فيه كيندكاتر رح يحطوا فيه 30 يورو بالشهر رح يخصصوا لكل طفل 30 يورو بالشهر مع بطاقة ممكن من خلال الأهل يسجلوا فيها الأطفال في شباط فعينة يعني الأندية الرياضية مثلا يلعبوا طابع أو رياضة في نادي أنه الأندية لهم رسوم يعني كمان شهرية أو سنوية عادة ثانيا مثلا تسجيلهم في مثلا موزيكوزا يعني كورس للموسيقى يتعلم على آلة موسيقية أو يروحها الأندية الرياضية مثلا مثل المسابح مثلا فالحديثة يتم أيضا عن إيطاء كيندكاتر يحطوا فيه 30 يورو مبلغ 30 يورو لكل طفل في كل شهر فهي في الحقيقة الهدف مننا أيضا هو دعم الأطفال في العائلات الفقيرة عادة العائلات الفقيرة روات بأقل ما بتبعت كتير أطفال على نشاطات كبيرة باتبار أنه الأصل المصارية دبعة بتكفي مثلا للعائلة والمدارس والمصاريف والأكل والشرب والميتة وهالأشياء ولكن سيتم تخصيص أيضا مبلغ فقط خاص بهذا الشيء شان ما ينحرم الطفل يلي عبي يكبر في عائلة فقيرة أيضا من هالنشاطات مقارنة مع الطفل يلي عبي يكبر في عائلة غنية وأيضا المقترحات في هالمشروع عب تتضمن جعل كل الكيتاس في ألمانيا الحضانة والروضة في ألمانيا مجانية حاليا نحن بنعرف أنه هذا الشيء موجود فقط في المقاطعات اللي عبي يحكم فيها حزب الاس بي دي بشكل رئيسي والخدر مثلا مثل مقاطعة نيدا زاكسن فالكيندا جاعتن والكيتاس هون مجانية ولكن في مقاطعات أخرى عب تكون يعني مرتبطة براتب الأهل حتى فعب ياخدوا جبير أو رسوم يعني من الأهل لقاء رسالة أولادهم إلى الحضانة أو الروضة أيضا أنه بيجعل الحضانة والروضة مجانية على مستوى ألمانيا كاملة أيضا المشروع بيتضمن ليجعل النافاكا في ألمانيا للأطفال مجاني النافاكا مقصود فيها عادة هذا كمانش يمكن استفيد منه الآن من خلال هذا الخبر النافاكا مقصود فيهم يعني المواصلات النقل الداخلية داخل مدينة المقصود فيها عادة الباصات يعني والشتغاسن بان اللي بتمشي ضمن المدينة ولا يقصد بها مثلا الاس بان أو الريجونال بان اللي كمان تتنقل يعني أحيانا بين محطات كبيرة داخل مدينة مثلا بان هوف وبعدين مثلا فيست أو أوست يعني هدول لا رح يشمل النافاكا يعني الباصات والاشتغاسن بانات بحيث أنه يسمح للأطفال أيضا بالتنقل بشكل مجاني مثل مثلا ذهب إلى كورس اللغة أو إلى المدارس أو إلى كورس الموسيقى أو إلى النادي الرياضي سنعب الطالب أيضا بيجعل النافاكا في ألمانيا للأطفال مجاني من الواضح أن الأحزاب الكبيرة الاس بدا والس دي أو يحاولون الآن يشتذبوا الناخبين في ألمانيا خاصة بعد تراجع الكبير في استطلاعات الرأي وأيضا في الانتخابات منذ عام 2015 نعرف أن هذول الأحزاب يسمون فولكس باتاني عادا أحزاب الشعب هي الأحزاب الكبيرة عادة مستشار الألماني بيكون إما من حزب الاس بدا بسبب تراجع الكبير بحاولوا الآن هاي الأحزاب يرجعوا لأصولهم حزب الـ CDO معروف عنه أنه هو حزب الطبقات المتوسطة والشركات وما فوق حزب الـ SPD مسلاً ديمقراطي الاشتراكي معروف عنه أنه هو حزب العمال والطبقات الفقيرة ودعم العائلات بشكل خاص فهذا الشيع بيندرج هذا المشروع بيندرج الآن في يعني إطار عودة الحزب إلى جزوره على ما يبدو تحضيراً للانتخابات القادمة في ألمانيا بعد سنتين منعفة المستشارة الألمانية رح تمشي وبالتالي الأحزاب الكبيرة رح تتنافس على منصب المستشارة أو المستشارة في ألمانيا المشروع الضخم هذا لحزب الـ SPD هو مشروع بيتم الحديث عنه رح يتم طرحه ومناقشته في مؤتمر العام للحزب الشهر القادم في شهر ديسمبا وستم نقله إلى الحكومة الألمانية وربما إلى أقصى حد يعني إلى الانتخابات القادمة فيما لو يعني حصل الـ SPD على أغلبية أو دخل الحكومة أو الحكم مرة تانية فهذا المشروع هو المشروع الضخم الخاص بحزب الـ SPD في الحقيقة هو يعني نقلة نوعية جدا يعني رفع رواتب الأطفال وهالزيادة يعني بشكل كتير كبير يعني واضح أنه في هالمرة يجي نقلة نوعية يعني في دعم الأطفال والأسر في ألمانيا صحيح نحن عم نشهد أيضا ارتفاع في الأسعار بشكل عام في ألمانيا يعني أجار البيوت المواد الغزاية أيضا عبترتفع ولكن الحكومة الألمانية أيضا عبتدعم بشكل أو بآخر هنا وهناك رفع الرواتب سواء الحد الأدنى للرواتب في ألمانيا المندسلون عبيتم رفع كل فترة أو دعم العائلات أو مساعدات الجوب سنتر حتى الزوكسيال أباسلوزنجيلت أينس أو تصفائي إذن فيه دعم يعني مع ذلك الحكومة عبتحاول قدر الإمكان أيضا أنه ترفع دعمه للشعب الألماني الأكيد يعني هذا الشيء الله هي الظاهرة هي تشكل يعني تضخم أيضا يعني هي عملية تضخم ولكن طالما فيه رفع من الدولة و يعني بالرواتب ودعم الدولة للشعب ونفس الوقت عبصير فيه ارتفاع في الأسعار وعجار البيوت يعني قدر الإمكان عبيحاولوا يعملوا توازن بين هالشيئين يعني في الحقيقة الحكومة الألمانية مع ذلك يعني عبتعمل نقلات نوعية بشكل مباشر أكيد يعني الناس اللي طلع عايشة مثلا خمس سنين في ألمانيا صار شهدت يعني بشكل تقريبا شبه سنوي رفع رواتب ومساعدات مثلا الجوب سنتر كل سنة سبعة تمانية يورو وعشرة يورو لكن دا قالت عبيرفعوه بشكل دائم المندسلون عبيرفعوه بشكل دائم إذن مع ذلك فيه دعم كبير للشعب موجود أيضا في نقطة مهم كمان بحب أشير لألا دائما فيه أصوات منتقدة يعني للحكومة الألمانية أنا بيرأي أن الحكومة الألمانية يعني ما ظلمت الأجانب أو حتى اللاجئين جدد الأجوة الألمانية بالعكس ساوت الجميع بمواطنيها يعني بمعنى أنه لما عبي تمسن هالقوانين في الحياة هو عبي تمسنها يعني بشكل رئيسي للشعب الألماني ولكن هي عبتشمل الجميع بمعنى أنه مع بيقولوا أنه والله الأجنبي ما رح يستفيد من هذا القانون الأجنبي أو اللاجئ اللي يحمل إقامة لجوء عبي أخد كيندا جيلت مثله مثل المواطن الألماني بنفس الارتفاع وبنفس القيمة عبي أخد مساعدات من الدولة العباسلوزنجيلت أينس الجوب سنتر الحادس فيه عبي أخد نفسه نفس المواطن الألماني يعني أنت مع بتاخد كشخص أجنبي مثلا مبلغ أو راتب أقل المندسلون نفس الشيء الأجنبي مثله عبي أخد مثله مثل المواطن الألماني الفرق الوحيد هو في حق الانتخاب الانتخاب دائما هو يعني في كل دول العالم مرتبط فقط بمواطنية دولة يعني اللي بيحمل جنسية هاي الدولة أما في كل النقاط الأخرى فعبي تمشمل جميع الأجانب أو اللاجئين بجميع القوانين اللي متنطبئ أيضا على المواطن الألماني بشكل كبير حتى يعني هلا موضوع الدولة يعني الدولة مسلا هون من ضرائب الدولة نحن نعرف من ضرائب الشعب والعمل وهالأشياء بيتم إنشاء هاي الكاسن بيتم صرف يعني على الناس الفقراء والمحتاجين للجوب سنتر وبناء عليه أو حتى لما بتشتغل تبتفع بمعنى أنه هدول الناس يعني دفعوا حتى لسنين طويلة بهالكاسن وعبوه وعب يستفيدوا منه الآن أما حتى الشخص الأجنبي الأجا جديد لألمانيا فبيستفيد من كل هالمزايا أيضا من دون أنه يكون دفع بلا فترة طويلة يعني كضرائب من رواتب ومسلا في هالكاسن فأنا برأي أن الحكومة الألمانية بالعكس يعني عملة مساواة كبيرة بين الأجانب واللاجئين الجدود خاصة معنا 2015 وبين المواطن الألماني ما في يعني أي تمييز بالقوانين أما عمليا على الأرض الواقع أحيانا مثلا أنه الأجنبي ما عنده فرصة يحصل على عمل بسهولة مثل الألماني أو برواتب عالية فهذا الشيء منطقي يعني مرتبط بأمور أخرى مرتبط باللغة بالشهادات بالمؤهلات الشركات الخاصة اللي ماحده بقدر يجبروا مثلا أنه يوصفوا هالعامل أو ما يوصفوا هالعامل هاي أمور مختلفة أما كقوانين كدولة كحكومة ألمانية فتم مساواة يعني الأجانب مع المواطنين الألمان بكل القوانين بكل المساعدات بكل الكيندرغيل بكل الأشياء اللي عميتم تقديمة لهم مثلهم مثل المواطن الألماني وأنا برأي اللي ساوا الناس بمواطنين دولته يعني ما ظلم أحد ما بس ننسى كمان أن ألمانيا من الدول القليلة لساعدة اللاجئين بشكل كبير وضخم يعني اللاجئين بشكل عامل بيحصلوا على مزايا مثل المواطن الالماني مساعدات شهرية بيت رواتب كل شي عبتاخد كل المواصفات اقدمو لك كرسات لغة اقدمو لك كل شي في ناس يعني مثلا لاي ظرف كان عبتتعلم لغة او عبتدرس يعني صلى اربع خمسة سنة مثلا موجودة في الماني لسه مشتغلت ولا يوم ومع ذلك الدعم كامل من الحكومة الالمانية يعني قلائل هي الدول في العالم اللي قدمت هالمساعدات ضخمة جدا ايضا للاجئين في بلدها يعني مقارنة مع دول اخرى يعني فالمانيا وكم دولة غنية هون في اوروبا ربما كندا ايضا يعني في كم دولة يعني مساعدات ضخمة فيها للمواطنين وللاجانب الموجودين فيها بينما هي اقل بكتير في دول اخرى يعني اكيد في كتير دول يستقبل ايضا لاجئين ولكن ما بتقدم لهم كل هالمزايا اللي قدمتها المانيا للناس حبيت اطلاقنا هالمشروع القادم المهم طبعا في المانيا كمان لازم نتعلم هالاشياء يعني عبطرح هالامور دائما مشان نتعلم كيف تبلش الامور في المانيا يعني تتم صياغة القوانين تحضير القوانين بعدين تعديلها بعدين طرحة للتصويت في البرلمان بتلقى دعم للأحزاب ولا لا بتتحول لقانون نافذ اذا هالامور دائما من مرفية فالناس اللي عايشة في المانيا اكيد بيهمها تعرف دائما شو عبيصير بهالبلد لانه هاي الامور وهالقوانين هي بتمس كل الناس اللي عايشين في هالبلد سواء المواطنين للمان او حتى الاجانب لانه مثل ما منتذكر فيه مساواة بين الاثنين بالقوانين مقابل الحكومة الالمانية هات كان كل شي هذا الفيديو اتمنى اكون افادكم خلال هالمعلومات رح انشركم ايضا رابط ممكن تقرؤوا فيه التفاصيل اكتر باللغة الالمانية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة